يوم الحد الجاي اول يوم في الانتخابات الرئاسية داخل جمهورية مصر العربية هتبقى عشرة وحداشر واثناشر يعني الحد اتنين تلاتة. هقول كلمة كده وحابب جدا اقولها من قلبي والله العظيم لكل مواطن وكل مصري بيشوف. بلاش نضيع اي حق دستوري لنا في استحقاك تنزل تقول فيه صوتك كنا في فترة سابقة بنشتكي سواء نزلت ما نزلتش الدنيا بتمشي ازاي? دلوقتي بقات انت في كل عملية انتخابية لك حق تنزل وتقول صوتك. فبنفضلك ايا ان كان حالة غضبك قناعتك انت عاوز تنتخب مين? بس الاهم والله العظيم. النزول هيفرق جدا. ايا كان قرارك وانت قدام الصندوق. بس بلاش يا جماعة نخلي المشهد مش قلطف حاجة لنفسك ولعيالك قبل ما يكون لبلدك او قدام الدول الاوروبية كلها او المشهد الانتخابي. لما تبقى بتتكلم فيه اه انتخابات رئاسية يبقى طبيعي جدا النسبة المشاركة فيها من من لهم حق التصويت تبقى معقولة جدا. ادعو كل اللي بيشوف هذا الفيديو حد اتنين تلات من فضلك انت واسرتك لوحدك منفردين مجتمعين لازم كلنا ننزل ونقول صوتنا وندي رأينا في الانتخابات الرئاسية وتختار منها يبقى بيمثلك لمدة ست سنين قادمة وقناعتك اللي انت تبقى مقتنع بها. طبعا كلنا شايفين الظروف وشايفين البلد وشايفين اللي بيلمر بيه فاكيد فيه واقع بيفرد نفسه تماما ولكن الاهم في الموضوع فكرة المشاركة. انا بيصعب علي قوي ان انت تبقى عندك حاجة كنت محروم منها طول عمرك وما كنتش عندك ثقة ان الدولة زمان يا جماعة كان بيعملوا استفتاء. اه نعم او لا. دلوقتي فيه انتخابات فيه تلاتة اربعة مرشحين فيه الموضوع اه ان انت تقدر تقول رأيك. فاللي انا عاوز اقوله يعني دعوة دعوة مهمة جدا لكل مواطن مصري من فضلك انزل الانتخابات.